تزامنا مع احتفالات مصر بيوم الشهيد الرئيس سيسي يونيب الفريق اول محمد زكي لوضع اكليل الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة رئيس الوزراء يؤكد جهزية الحكومة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ويوجه بسرعة رقمنات كل اصول الدولة خلال رئاسته لمجلس وزراء الخارجية العرب شكري يؤكد سعي مصر لحجر القدرات العربية لمواجهة التحديات الراهنة الثلاثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانتش نشرة اغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم انابى الرئيس عبدالفتاح اسيسي القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لوضع اكليل من الزهور على النصب التذكري لشهداء القوات المسلحة بي مدينة نصر جاء ذلك في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم شهيد الذي وافق ذكر استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاسبق في التاسع من مارس عام 1969 انابى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لوضع اكليل من الزهور على النصب التذكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وذلك في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذي يوافق ذكر استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاسبق في التاسع من مارس عام 1969 وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكري للجند المجهول سلام الشهيد سلام زيناء كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد موسيقات العسكرية سلام الشهيد موسيقات العسكرية سلام الشهيد وقام بتحية عدد من قبار قادة القوات المسلحة موسيقات العسكرية سلام الشهيد موسيقات العسكرية سلام الشهيد مدبولي أن الحكومة جاهزة لتنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس السيسي مشيرا إلى أنها تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من تأثيرات الأوضاع العالمية وخلال اجتماع الحكومة الإسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في رقمانة كل الأصول التابعة لها مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الحوكمة وضمان إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة وسد منافذ محاولات التعدي عليها وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى نتائج زيارة رئيس الوزراء العرقي لمصر مشيرا إلى أنها كانت تهدف لتطوير العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين الشقيقين شهد اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع خطاب نواية في مجال التصنيع الطبية وتم توقيع خطاب نواية بين كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة تكنولوجيا وشركتي HVD Egypt وبركن ألمير الطبية ويأتي توقيع خطاب نواية في إطار جهود الدولة لدعم وتعزيز دور تصنيع المحلي بغرض توفير احتياجات ومتطلبات السوق المحلية من مختلف المنتجات خاصة الطبية إلى جانب العمل على تصدير الفائد من تلك المنتجات للخارج كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين عالميتين لتطوير مجال الفحص الطبي في مصر يأتي توقيع مذكرة تفاهم في إطار خطة الدولة المصرية لإنشاء مركز جينوم لمساعدتها في اكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة وتحديدها بدقة بموجب مذكرة تفاهم سيتم تنفيذ فحص الثلسيميا بيتا في مصر ذلك من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج عن طريق إنشاء أكبر معمل على مستوى العالم من نوعه لتحقيق هذا الغرض كما سيتم توفير مخططات محددة تستهدف تطوير المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة والسكان خاصة معمل الجينوم شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية إنشاء شركة مساهمة مصرية لإقامة وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السيرنجات ذاتية التدمير والمستلزمات الطبية وتمت الاتفاقية بين كل من الشركة القابدة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وشركة سكوبا الإماراتية للاستثمار وشركة أكسيد الصناعية وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مصنع لإنتاج السيرنجات ذاتية التدمير بشركة فاكسيرا بمجمع الشركة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 6400 متر مربع بقدرة تصنيعية تتراوح من 150 إلى 240 مليون وحدة سنوية وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 10 ملايين دولار كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع على مذكرة تفاهم ما بين الشركة القابدة للصناعات المعدنية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية بهدف تطوير وزيادة رأس المال وضخ استثمارات جديدة في شركة النصر للزجاج والبلور يتهد التوقيع في إطار وثيقة سياسية ملكية الدولة وتعزيز فرص التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة حيث تم الاتفاق على إضافة خطوط إنتاج جديدة لصناعة ألواح الزجاج المستخدمة في خلايا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لسد احتياجات السوق المصرية في إطار خطوط الدولة في التوسع في هذا القطاع المهم نقش مركز معلومات مجلس الوزراء خلال ورشة العمل الثالث عشرة في إطار إعداد مشروع بحتي متكامل لسياغة السيناريوهات اللازمة لتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023-2024 ناقش الإصلاحات الهيكلية بحضور خبراء الاقتصاد ومسؤولين معنيين وتمت الإشادة خلال الورشة ببرنامج الإصلاح الهيكلية المصرية وأهدافه نحو زيادة صلابة ومرونة الاقتصاد المصرية في مواجهة الأزمات وتم اتفاق حول ضرورة زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خاصة بعد إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة كما تم اقتراحه زيادة نسبة مساهمة ودائع الجهاز المصرفي المصري في منظومة التمويل العقارية لتحفيز النشاط الاقتصادية توجهت السيدة انتصار أسيسي بالتحية والتقدير لكل سيدة مصرية مخلصة لمناسبة اليوم العالمي للمرأة وأكدت عبر حسابها على صفحات التواصل الاجتماعي في هذه المناسبة أن الدولة المصرية مستمرة في جهود تمكين السيدات على كل المستويات والأصعدة إيمانا بأن المرأة شريك أساسي وعنصر فاعل في بناء الجمهورية الجديدة أصدر مركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا بعنوان نساء ملهمات وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمية وأشار المركز خلال التقرير إلى تطور عدد الدول التي تشغل النساء أعلى المناصب موضحا أنه في بداية عام 2023 كان هناك 15 دولة تقودها النساء وأصلت تقرير مركز المعلومات الضوء على جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتغلب على التحديات التي تواجه المرأة في العام الحالي مشيرا إلى أنه سيكون واحدا من أكثر التحديات صعوبة منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث ستستمر تداعيات جأحة كورونا على الماضي الطويل وكذلك الأزمة الأوكرانية هذا ويشكل يوم المرأة الذي يحتفل به سنويا في الثامن من مارس رمزا للكفاح النسوي والمطالبات من أجل تعزيز حقوق النساء بمواجهة التمييز وإنعدام المساواة ترجمة نانسي قنقر وصلت المرأة المصرية لمرحلة غير مسبوكة من المشاركة والاستفادة من البرامج والمبادرات فكان لها أكبر نصيب من تلك البرامج ويأتي ذلك في ظل خطوات جدة دعمتها القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة المصرية ودورها المحورية على الصعيد الأساسي إن احترام المرأة المصرية وتقدير دورها قديم قدم الحضارة المصرية حيث وصل هذا التقدير في عهد التاريخ القديم إلى درجة التقديس فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة في صورة امرأة وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم في تعظيم مكانتها في المجتمع عصر ذهبي غير مسبوك تعيشه المرأة المصرية شهد انطلاق خطوات تمكينها في كل مجالات الحياة بعد نضال طويل وبعد أن أثبتت أنها شريك أساسي وطرف رئيس في معادلة تقدم الوطن خطوات عملاقة دعمتها القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة المصرية ودورها المحورية على الصعيد السياسي وها هي الأرقام تكشف عن قفزات ضخمة في مجال تمكينها حتى وصل عدد نائبات مجلس الشيوخ أربعين نائبة وفي مجلس النواب مائة واثنين وستين نائبة فضلا عن ست وزيرات وست وستين قاضية وستمائة وسبع وسبعين مستشارة وسبع وثلاسين نائبة لرئيس هيئة قضايا الدولة وهي أرقام تمثل علامات فارقة في تاريخ مصر الحديث وعلى الصعيد الاجتماعي وصلت المرأة لمرحلة غير مسبوكة من المشاركة والاستفادة من البرامج والمبادرات فكان لها أكبر نصيب من تلك البرامج إلى جانب صرف التأمينات الاجتماعية والمعاشات وعن تعزيز آليات تمكين المرأة في المجتمع فقد كانت التكلفات الرئاسية سببا للعديد من التشريعات المساندة للمرأة فأصدر مجلس النواب قانونا مستقلا لمنع الزواج المبكر وتم منع التمييز القائم على الجنس إلى جانب تعديل قانون المواريث الذي صار يقضي بعقاب الممتنعين عن سدد ميراس المرأة وتغلز عقوبة المتحرش وتفعيل مبادرات مناهضة العنف ضدها ولم تغفل القيادة السياسية دورها في الحفاظ على صحة المرأة فأطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم صحتها كان أبرزها 100 مليون صحة ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان السادية وغيرها لتصبح مكتسبات المرأة في السنوات الأخيرة من أهم الإشارات الملهمة ودليل بداية قوية وسليمة للجمهورية الجديدة تقدمت مؤسسة حياة كريمة بالتحية إلى كل امرأة مصرية تكافح وتكد من أجل أسرتها لتكون السندة والأمل لكل من حولها أكدت المؤسسة أنها ستواصل وبكل قوة دعم المرأة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية بالعمل والتدريب والمساعدات لتعيش حياة كريمة مستحقة نظرا لدورها العظيم وأثره البالغ في المجتمع باعتبارها أيضا الحارس الأمين على الهوية المصرية والدرع الواقية للوطن ترجمة نانسي قنقر عقدت بمقر الأمانة العامة لجماعة الدول العربية أعمال الدورة المئة وتسعة وخمسين لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر وتضمن جدول أعمال الاجتماع بنودا تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها فلسطين واليمان وسوريا والعلاقات العربية مع التجمعات الأقليمية والدولية والعلاقات العربية الأفريقية وخلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستحرص خلال رئاستها للدورة الحالية للجامعة العربية على العمل مع كل الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة وأضف شكري أن مصر ستواصل الاتصالات الإقليمية والدولية لدعم عملية السلام وأيضا لحل القضية الفلسطينية أننا إذ نفتتح أعمال هذه الدورة فأننا نستقبل معها تحديات عديدة ومتناوعة عالمية وإقليمية تقليدية وغير تقليدية سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وبيئية وستحرص مصر خلال رئاستها للدورة الوزارية الراهنة من خلال العمل يدنا بيد مع كل الدول العربية ومع الأمانة العامة لأن يرقى العمل الجماعي العربي لمستوى تلك التحديات ولتطلعات الشعوب العربية في أن تكون جماعتهم العربية فاعلا مؤثرا ومدافعا صلبا عن المصالح العربية الجماعية أن هذا الهدف قابل للتحقيق من خلال تقريب المواقف وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعي في مختلف الملفات سواء تلك ذات الطبيعة الدولية كالأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة والغذاء العالميين وخضية المناخ وخضايا منع الانتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تعاول على أشقائها العرب لحمل أثيوبيا على التخلي عن إجراءاتها أحادية الجانب بشأن سد النهضة واعتبر سامح شكري أن الممارسات الأحادية الأثيوبية فيما يتعلق ببناء سد النهضة تهديد لأن مصر القومية موضحا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي إن استمرارا ممارسات الأحادية الأثيوبية يمكن أن يحمل معه خطرا جما على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبرها الدولة الأكثر جفافا في العالم والاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل ولذا فإنني أود إعادة التأكيد على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارستها الإحادية غير التعاونية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخص بأي من الحلول الوسطى التي ترحت على مائدة التفاول والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصاب من جانبه قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن القضية الفلسطينية تواجه تحديا خطيرا باعتراء حكومة يمينية سدة السلطة في إسرائيل وأوضح أبو الغيت خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تشجع على ثقافة غريبة وهي الإفلات من العقاب تواجه القضية الفلسطينية تحديا خطيرا في الفترة الأخيرة باعتلاء حكومة إسرائيلية يمينية سدة السلطة إنها حكومة يقوم برنامجها على الاستيطان للسلام وعلى التوسع والضم وليس التسوية أو الحل ومن بين رموز هذه الحكومة من يجاهر علنا برفض حل الدولتين بل وبتصفية الفلسطينيين وضم أراضيهم ولم يكن مستغربا على حكومة هذا هو برنامجها المعلن وهؤلاء هم المعبرون عنها والناتقون بأسمها أن تتورط في إشعال الموقف في الأراضي المحتلة على نحو ما تابعنا جميعا خلال الفترة الماضية إن الحكومة الإسرائيلية تشجع ثقافة خطيرة من الإفلات من العقاب والاعتداء على الفلسطينيين بين مواطنيها وعلى همش أعمال الدورة المئة والتسعة والخمسين لمجلس جماعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عقدت اللجنة الوزرية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة اجتماعا برئاسة وزير الخارجي الأردني أيمن الصفدي ونقشت اللجنة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها وآخر تطورات التي تحدث على الأراضي المحتلة لسيما الانتهكات اليومية بحق المقدسيين التي تقود حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وللمزيد مشاهدين حول اجتماعات وزراء خارجية العرب ينضم إلينا من مقر جامعة الدول العربية مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس بعد التحية يعني طلعنا على الأخبار التي وردتنا من هذه الاجتماعات اجتماعات الدورة أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء خارجية ربما لديك معلومات قد رشحت من الاجتماعات الجارية أو الاجتماعات التي انتهت نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل منذ صباح اليوم بدأت هذه الاجتماعات المغلقة بدأت باجتماعات اللجان ربما ذكرتم أنتم اجتماع القدس لجنة القدس التي تحدثت عن الوضع القادوني الذي طالما تحدثت عنه مصر وجامعة الدول العربية للقدس ولكن أيضا كان هناك في هذا الاجتماع التعديات الكبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية على القدس وحاولت تغيير الهوية الخاصة بمدينة القدس كان هذا ربما هو لب النقاش اليوم في لجنة القدس خصوصا في ظل التعديات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي على الفلسطينيين وكانت اليوم القضية الفلسطينية ربما هي من أهم الملفات التي تمت مناقشتها في عدد من اللجان ولكن ربما الأهم هي لجنة القدس وأيضا كما ذكرتم في كلمة الأمينة العام لجماعة الدول العربية التي تحدث عن الحكومة اليمينية التي بالفعل متواجدة الآن في الحكومة الإسرائيلية هذه الحكومة التي تساعد بالفعل على توسع نشاطات الاستيطان المختلفة داخل الأراضي الفلسطينية ولا تحاول الوصول لحلول سلمية أو الوصول لحل الدولتين التي تسعى لها جماعة الدول العربية في محاولة الحفاظ على حقوق الأراضي الفلسطينية بدأت هذه اللجنة صباح اليوم ودلتها بعد ذلك لجنة أخرى برئاسة مصرية وهي لجنة الحد من التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية بشكل عام وهذه اللجنة عفوا كانت برئاسة السعودية وهي حد من التدخلات الإيرانية وكان هناك أيضا لجنة أخرى للتعامل مع شؤون التركية والشؤون العربية والوصول لأليات حلول بين تركيا وجماعة الدول العربية كانت هذه ثلاث لجان مهمة تم عقدها صباح اليوم ثم بعد ذلك تسلم سيد سامح الشكر وزير خارجية المصري في الاجتماع 59 بعد المئة رئاسة هذا الاجتماع اليوم وأيضا خلال كلماته تحدث عن عدد كبير من الملفات ومن أهمها بالطبع القضية الفلسطينية كما ذكرنا منذ قليل وأيضا تحدث عن القضية الليبية والتأكيد على وصول الحل الليبي للقضية الليبية بناء على اتفاق السخيرات التي تم من قبل وأيضا تأكيد على حل الميليشيات الموجودة بالفعل على الأراضي الليبية في محاولة الوصول لحالة الاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة لها بعد ذلك عدد أيضا من الملفات الخاصة بالتحرك الأحادي لإثيوبيا في التعامل مع ملف المياه مما يؤثر بشكل سلبي على مصر وعلى استقرار المنطقة بشكل عام وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق المائية الموزعة بشكل عادل على الدول الأفريقية ولكن أيضا اليوم كان هناك كلمة لضيف الاجتماع اليوم وهو وزير الخارجية لجمهورية أرمانيا السيد أرارات موريزيانا والذي تحدث أيضا عن أهمية توطيد العلاقات بين الجمهورية الأرمانية وجامعة الدول العربية في العديد من الملفات عظيم جدا كريم يعني تحدثت عن اجتماعات تحدث عن الحد من التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية أيضا تحدثت عن الاجتماع الخاص بتدخل تيوبي تحدثت أيضا عن الاجتماع الخاص بالانتهاكات الإسرائيلية سؤالي هو هل لديك أي معلومات عن أي مثلا قرارات ربما يعني المجتمعون في صددهم إلى صياغة هذه الاتفاقات أو القرارات التي قد يخلص بها الاجتماع النهائي ومؤتمر الصحفي النهائي لهذه الدورة بالطبع بعد الجلسة العلنية جاري الآن جلستان مغلقتان هذه الجلسان مغلقتان بعدها ستخرج هذه القرارات في مؤتمر صحفي على الأغلب أو ربما ستخرج قرارات بشكل عام معلنة من جامعة الدول العربية ولكن كما ذكرت ما الذي من الممكن أن يخرج أو قد يخرج كما سألت حول هذا الاجتماع اليوم ربما كما ذكرت القضية الأهم اليوم هي القضية الفلسطينية سيكون هناك من الطبيعي دائما في هذه الاجتماعات التأكيد على الحل السلمي حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 ربما هذه النقطة الأهم تنديد دائما بالتصرفات التي تقوم بها قوات الاحتلال من توسعات استطانية داخل الأراضي الفلسطينية وخصوصا بعد الإجراءات التي حدثت خلال الأسبوع الماضية والأسبوع الماضية في عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية على سبيل المثال ونبلس وكان هناك الاجتماع الطارق منذ أسبوعين تقريبا حول الانتهاكات الإسرائيلية وانتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية ربما هذه ستكون القضية الأهم في التأكيد على حل الدولتين والتأكيد على وقف هذه النشطات الإسرائيلية ووقف التعامل العنيف مع الفلسطينيين واستهداف الفلسطينيين المدنيين هذه النقطة ربما الأهم ستكون في المؤتمر الصحفي ربما أيضا هناك كما ذكرنا الملف الليبي خصوصا في ظل هذه التوترات على الساحة الليبية نتحدث عن مساعي مصرية كبيرة هو ملف طبعا مهم جدا كريم ملف الليبي شكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مرسل التلفزيون المصري كنت معنا من الجامعات الدول الرعبية شكرك شكرا جزيلا نجدد عليكم التحية مشاهدين استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الأمريكي والوافد المرافق له بحضور وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة دانيال روبينشتاين وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة فضلا عن تكتيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات والهسيما العسكرية والأمنية وذلك في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود السعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط من جانبه أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تثمين بلاده غاليا للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر خاصة في شق التعاون الدفاعي الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات ما بين الدولتين وشهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية حيث حرص السيد الرئيس في ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهديئة في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحدية والتصعيد مؤكدا أن حل الدولتين وفقا لمرجعيات شرعية دولية ذات الصلة يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة كما تترق اللقاء إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تلقي بضلال سلبية على مختلف دول العالم بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق رفع الحظر القوي الأوروبي المفروض على الخطوط القوية العراقية وتذليل جميع المتطلبات لغرض استئناف الطيران إلى دول الاتحاد الأوروبي بما يحزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين واستعرض الجانبين الوضع السياسي في العراق وسياسة الحكومة العراقية وبرنامجها المتكامل في توفير الخدمات والقضاء على بقايا داعش الإرهابي وأيضا موضوع تقاسم حصص المياه المشتركة مع دول الجوار وضرورة إيجاد الحلول المشتركة لذلك أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقية تنفيذ عمليات أمنية أصفرات عن مقتل ثلاثة إرهابيين في محفظة صلاح الدين وذكر الجهاز العراقي أنه تم توجيه ضربتين جويتين وعند عمليات التفتيش لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي مما أدى إلى مقتل ثلاثة إرهابيين وأشار إلى أن عمليات الرصد والقنص والاستهداف الدقيق لتنظيم داعش الإرهابي مستمرة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليهم وتدمير مخابئهم حذر رئيس الأوكراني فالعظمير زيلانيسكي حذر من أنه إذا استولت القوات الروسية على تاخموت المدينة التي يدافع جيشه عنها بضراوة منذ أشهر فسيصبح الطريق مفتوحا أمام قوات موسكو للاستيلاء على مدن عديدة في شرق البلاد وقال زيلانيسكي أنه بعد بخموت يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك واسلوفياناسكا وشدد رئيس الأوكراني على أن الدفاع عن هذه المدينة مسألة استراتيجية بالنسبة إليهم وكان وزير الدفاع الروسية سيرجي شويغو قد صرح بأن بخموت تشكل عقدة مهمة في خطوط الدفاع الأوكرانية في منطقة دومباس مشيرا إلى أن السيطرة عليها ستسمح بهجمات إضافية في عمق خطوط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش العاصمة الأوكرانية كييف ومن المقرر أن يلتقي جوتيريش الرئيس الأوكراني فولادمير زيلانيسكي لمنقشة استمرار لمبادرة الأمم المتحدة للحبوب البحرية في البحر الأسود في جميع جوانبها كذلك القضايا الأخرى ذات الصلة تعد هذه الزيارة الثالثة لأمين عام الأمم المتحدة إلى أوكرانيا منذ الأزمة الروسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يبحث وزراء دفاع التحادل الأوروبي خلال اجتماعهم في العاصمة السويدية استقهول مع عددا من الموضوعات أبرزها أمن أوروبا ودعم أوكرانيا هذا وطلب وزير الدفاع الأوكراني أولاكسكي رازنيكوف من نظرائه الأوروبيين تزويد كييف بالدخائر وأنظمة الدفاع الجوية مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى مليون قطع من الدخيرة بشكل عاجل ومن جانبه شدد وزير الدفاع الألمانية بورسا باستريوس على ضرورة الاستمرار في دعم كييف على رغم من توقعه أن العمليات العسكرية في أوكرانيا سيطول أمدها وأعلن باستريوس أن الدبابات الألمانية ستكون في أوكرانيا نهاية الشهر الجاري مع جنود المدربين على استخدامها نهاية الشهر الجاري ونحن نتقل بحضراتكم الآن إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث بعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتبراً صحفياً نتابع بسم الله الرحمن الرحيم الحياة النهاردة أنا بسعد وبشرف بوجودي مع حضراتكم في هذا المؤتمر الصحي الحياة فيه وبحضور الحياة عدد من كبار شركات الاستثمار العاملة في مصر واللي بوجه لهم الشهر على وجودهم معنا النهاردة واعتذاري على تأخر يعني طبعاً عقد المقتمر نتيجة لطول فترة اجتماع مجلس الوزراء ولكن الحياة يمكن النهاردة احنا حنركز شوي على موضوع حل مشاكل المستثمرين والاستثمار والخطوات اللي بتقوم بيها الدولة لتشجيع الاستثمار في مصر ولكن يعني حستأذنكم قبل ما ندخل على هذا الموضوع اننا برضو بجد هذا المؤتمر فرصة ان احنا نعرض النهاردة عدد من القرارات المهمة اللي اخدها مجلس الوزراء النهاردة الحياة النهاردة كان اجتماع مجلس الوزراء الجزء الاكبر منه مخصص لعرض مشروعات القوانين والقرارات اللي هتخرج لتفعيل الحزمة الحزمة الحمال الاجتماعية اللي اطلقها فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي الاسبوع الماضي في المينيا وبالتالي الحقيقة النهاردة ناقش مجلس الوزراء كل القوانين اللي هتم من خلالها تفعيل هذه الحزمة الكبيرة جدا اللي اطلقها فخامة الرئيس فيما يخص طبعا التعجيل بزيادة المرتبات والعلاوات وتبدأ من واحد اربعة او واحد ابريل الشهر القادم وايضا ان يكون هذه الحزمة بقيمة الف جنيه لكل طبعا واحد من العاملين في الدولة بالاضافة الى رفع الحد الادنى للاجور للدرجة السادسة اللي تبقى 3500 والدرجة التالتة 5000 الحد الادنى لحاميل الماجستير والدكتوراه زيادة المعاشات ب15% برضو بدءا من واحد اربعة زيادة قيمة القيمة المالية لتكافل وكرامة ايضا بنسبة 25% فالحقيقة يمكن احنا كان طول الفترة لان احنا كنا بنناقش بالتفصيل القوانين والقرارات الخاصة بتفعيل هذه الحزمة ان شاء الله وانا يمكن عايز اقول بس ان هذه الحزمة حد لحضراتكم الارقام ان احنا كلفة هذه الحزمة على الدولة هتبقى في السنة 150 مليار جنيه يعني تفعيل هذه الحزمة هتبقى قيمتها 150 مليار ولكن كمان عشان احنا هنبدأها من واحد اربعة يعني بنضيف كمان ثلاث شهور اضافية في حدود الاربعين يبقى الاجمالي بتاع هذه الحزمة 190 مليار جنيه الدولة بتحطهم علشان يعني تنحازل المواطن وزيادة دخول المواطنين واصحاب المعاشات وايضا زيادة معاش تكافل وكرامة انا عايز اقول ان 150 مليار اللي هما التكلفة السنوية دول عشان نبقى عارفين طفنتتهم ايه 95 مليار هتبقى لحزمة زيادة الاجور والحد الادنى وموضوع تكافل وكرامة و55 مليار لزيادة المعاشات فالاتنين مع بعض بيتدن ال 150 مليار وبالتالي لما نزود عليهم الثلاث شهور الاضافية يبقى احنا بنتكلم في حدود 190 مليار جنيه دي الدولة المصرية ان شاء الله بتفعلهم اعتبارا من 1 ابريل القادم لكن يمكن كمان انا حابب ان اقول ان الدولة المصرية على مدار الازمة العالمية وما زلنا بنتحمل جزء كبير جدا من العب نتيجة لزيادة وارتفاع اسعار المواد الاساسية وعلى الاخص هنا انا بتكلم على القمح وايضا السلع التموينية وايضا المواد البترولية اللي احنا ما زلنا بندعم جزء كبير جدا منها هنا بتكلم على الاخص على موضوع السولار وعلى موضوع انبوبة البوتاجيس انا حدر حضركم بس الرقمين احنا كان محطوط في الموازنة ارقام محددة سواء للدعم السلع التموينية والخبز وايضا للمواد البترولية انا عايز اقول بس ان هذا العام نتيجة للارتفاعات الكبيرة حيبقى هناك عبء اضافي للسلع التموينية والخبز 54 مليار جنيه برضو الدولة المصرية بتتحملهم وحيكون هناك عبء اضافي للمواد البترولية وتحديدا السولار وانبوبة البوتاجيس هيصل الى ما يقرب من 45 مليار جنيه لما نجمع الاثنين احنا بنتكلم في 100 مليار جنيه اخرى الدولة المصرية بتتحملهم عن المواطن دي كلها الحقيقة اجراءات احنا يعني في اطار الحرص الشديد على موضوع الحمال المجتمعية ومسندة المواطن المصري في هذه الظروف الصعبة احنا يعني كحكومة اتخذنا هذه الاجراءات طبعا بناء على توجيهات سيادة الرئيس فاحنا مش فقط بنتكلم على حزمة بنتكلم عليها ب190 مليار لكن بس انا حبيت اذكر انفسنا ويبقى كلنا عارفين ان هناك عبء اضافي غير الارقام اللي كانت محتوطة اصلا لدعم السلع التموينية يعني على سبيل المثال حضركم عارفين ان التموين الخبز كنا بنتكلم في 97 مليار حنوضيف عليهم 54 مليار اخر يعني بس عشان نقد ايه احنا بنحاول بقدر الامكان في مدى الظروف الصعبة اللي موجودة والدولة المصرية مدركة هذا الموضوع وبنتابع نبض الشارع وعارفين المواطن المصري بيتحمل قد ايه ولكن الدولة المصرية بقدر امكانياتها وبقدر استطاعتها بتحاول ايضا انها تساعد في هذه المرحلة الدقيقة اللي بنأمل ان شاء الله انها تنتهي في اسرع فترة ممكنة فدي كلها الحقيقة كنت حابب اننا يعني اننا احيط حضركم بيها ويمكن هناك ايضا كان خبر مهم جدا لدعم الصناعة والزراعة حضركم تتذكروا ان احنا كنا اطلقنا مبادرة لان يبقى هناك سعر فايدة 11% فقط للخاص بقطاع الصناعي والزراعي وبالفعل يعني انهينا كل الاجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة واعلن البنك المركزي منذ امس بدء تفعيل هذه المبادرة المهمة جدا لقطاعي الصناعة والزراعة فالحاية دي كلها اخبار انا حبيت ان انا اؤكد لحضركم عن حرص الدولة واستمرارها في دعم القطاعات الانتاجية وفي تفعيل وتعظيم موضوع الحمال الاجتماعية لان انا قلت لحضركم ان الموازنة الجديدة اللي هي العام 23-24 هتبقى بتنحاس في الاساس لموضوع الحمال الاجتماعية وحتبقى اغلب يعني مخصصاتها تروح لبند الحمال الاجتماعية في خلال الفرحلة القادمة فعشان كده انا حبينا طبعا ان احنا نسرع باقرار القوانين الخاصة باطلاق الحزم اللي اعلنها فخامة الرئيس الحقيقة نيجي بقى للموضوع الحقيقة اللي النهاردة انا موجود فيه وسعيد بتواجدي فيه بحضركم بصحبة عدد من المستثمرين وشركات الاستثمار العاملة في مصر وهو حرص الدولة على حل مشاكل المستثمرين اللي كانت موجودة وما زالت موجودة ايضا على الارض والحقيقة ممكن حضركم تتذكروا ان يعني كان هناك قرار بان تنشأ وحدة لحل مشاكل المستثمرين والوحدة دي تحت اشراف المباشر برئاسة مساعد اول رئيس الوزراء وعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وكل الجهات السيادية والرقابية اللي موجودة في الدولة علشان ناخد قرارات سريعة وحاسمة في حل مشاكل الاستثمار اللي موجودة في الدولة المصرية بالاضافة الى الاليات الاخرى اللي موجودة ويمكن احنا كنا حرسين ان احنا بقدر الامكان نعلم عن هذه الوحدة ونحاول ان احنا نشجع كل المستثمرين ان هم يتقدموا عليها وايضا بالاضافة لده يعني اطلقنا بوابة الكترونية لنفس الموضوع علشان اللي مش عايز يجي ويتقدم بصورة مباشرة يقدر من خلال هذه البوابة ايضا ان هو يتقدم بمشكلته احنا من ساعة ما بدأنا هذا الموضوع طلقينا 1615 شكوى تم الحقيقة البت في 1260 شكوى منهم يعني 80% منهم خدنا فيهم قرارات نهائية الـ 1260 شكوى دول منهم 1000 قرار اللي احنا بتنا فيهم منهم 1000 شكوى طلع القرار لصالح المستثمر فيعني انا بس حبيت ان انا اقول لحضراتكم التحرك اللي احنا بنشتغل عليه الوحدة دي بتجتمع بحد اقصى كل اسبوعين احيانا بتجتمع كل اسبوع فيها كل الجهات وانا بنتهز الفرصة ان اوجه لكل الجهات المشاركة في هذه الوحدة الشكر والتقدير على استجابتهم وعلى سرعة اتخاذ القرارات عشان نقدر ان احنا يعني نحيل وناخد قرارات ايجابية فيما يخص مشاكل وانا هقولها لحضراتكم ممتال امانة بعد هذه المشاكل كان ممكن يبقى يعني بقالها سنوات يعني كانت موجودة في خلال سنوات وكنا لازم ناخد فيها قرارات حاسمة علشان نقدر ان احنا نحل مشاكل الاستثمار وندي رسائل الايجابية ان الدولة المصرية منفتحة في هذا الصدد انا عشان ما طولش على حضراتكم يمكن انا مرة اخر احنا بنشره في الحقيقة بوجود عدد من رؤساء الشركات والمدرين التنفيذيين معانا ويعني اسمحوا لي واستأذنكم يعني لان طبعا انا عارف ان ممكن يكون عندنا اسئلة كثيرة ولكن قبل ما افتح المجال الاسئلة ان احنا ندي الفرصة للشركات انها ايضا يعني تشرح لنا برضو الموقف بتاعها واستثماراتها والمشاكل الحمد لله قدرنا ان احنا نحلها يعني ندي المجال لرؤساء الشركات ان هما يتكلموا ونستمع اليهم وبعد كده طبعا ناخد مجموعة من الاسئلة من حضراتكم فدرة شكرا chega شكرا نك nun MIKE نزيد شكرا موسيقى 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 المترجم للقناة 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 كل الورق تمام جينا نسترد الفلوس قالوا لنا يعني أخذت وقت طويل حوالي تسعة شهور لسنة توجهنا لواحدة دعم المستثمرين بصراحة كانوا يعني سرعة في الأداء بطريقة جمدة قوي الحمد لله الموضوع خد تلات أربع شهور استردنا المبلغ كله إحنا عندنا خطة توسعية دلوقتي إن إحنا المصنع الأوليني بيستثمر تلتمية مليون جنيه لإنتاج مكيفات الهواء المنزلية للعديد من العلامات التجارية التي عملها في مصر سواء المحلية أو العالمية وبنادع أسياتك أن تزورنا في المصنع مصنع مصري مية في المية أعلى تكنولوجي في صناعة أجاز التكيف ونعرض لخطة توسعية بتاعتنا في المجال إن شاء الله شكرا 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 سنواري مياه في المدينة قد ترون الإمتعارات على المملكة المسكورة من المعرض من الوضع المدينة ومن المدينة بحرية الوضع فاولاً سنواري مراقب صفري في المعرض السفر وبحرية السفر والوحرية كان لدينا بعض المشكلات مع العالم السفر وبحرية في تطبيق بعض القرارات الوزرية نظر رابطنا في التطبير والاشتراكات الموجودة القديمة وعالم تطبيق البعض الاشتراكات تقدمنا بالعليم من الشكاوي من الواحدة السمار والحمد لله كان في حلول سريعة واستجابة والوعدة الحمد لله شكرا تكرين في أي أهلا الفانسي الخير شكرا على الدعوة الكريمة أنا رضا عبد الفتاح الضبع مدير شركة الفلاح للقرصان الجهزة أحد شركات مجموعة الفلاح القابضة الإماراتية شركة تأسست في مصر باستثمارات إماراتية وعندها استثمارات في الدول الخليج وفي المغرب والدول أخرى احنا هي طبعا مجموعة شركات بتتخصص تعليم في أكتر من خمسين نشاط كانت أول استثماراتها في مصر في المجام الخرصان الجهزة وجدتنا مشكلة مع مصلحة الجمارك تقدمنا بشكوى لمكتب معاليك الحقيقة كان شيء مبهر المهنية العالية جدا في التعامل على المستوى الفني والمستوى القانوني والسرعة كانت ملفتة للنظر فشكرا لأخل السيادتك وليل فريد شكرا شكرا لك محمد محمد الصيحي الرئيس التنفيذي لشركة النبارية لإنتاج البزن ووسيد وعد مجلس إدارة المنتلب لشركة المتوسط لتصديل حصلات الزراعية بجهد من شكوره من مجلس الوزر ولجنة تسويت منازعات عقودة للستثمار كان في بعض مشاكل تعلمها حضرتك وتم حلها وده اللي شجع الشركة أنها تعمل تزيد من استثماراتها وبالتالي أخامت محطة من أكبر محطة تصدير الخضار والفاكهة في كيلو 68 طريس كندريا القاهرة الصحراوي وبدأت حاليا من أسبوع الحمد لله تبدأ تصدر بعض المنتجات خاصة الموالح في الدول فرنسا وإيطاليا ورومانيا والهند وبنجلاديش وحضرتك ده يعني يعني كان نتاج حل المشاكل اللي حصلت في شركة الموبرية التالية شكرا جزيلا عمر الغرياني رئيس تنفيذي شركة سكندرية المسبوكات السيارات احنا بنتصدر لشركات صناعة السيارات في ألمانيا حجم الاستثمار 50 مليون يورو حجم التصدير عندنا كان حوالي 20 مليون يورو في وقت السابق يعني حاليا بنبر بعض المشاكل نتيجة للعملاء بره في أوروبا يعني عندهم بعض التحديات كنا جبنا خط انتاج جديد باستثمارات كبيرة جدا لسه مركبش من بعد أزمة كورونا رجعنا الحمد لله نشتغل وبدأنا نطلع لقطاعات تانية غير قطاع السيارات بنصدر لقطاعات المأولاد برضو في أوروبا ملي طبعا استفادنا جدا من التعويم ان التخليفة عندنا قلت جدا وبقنا عندنا ميزة تنافسية مستفدين ان المنتجات الصينية في أوروبا وامريكا عليها بعض العقوبات احنا عندنا ميزة ان احنا في اتفاقية بيننا وبينهم فطبعا ده عملنا ميزة تنافسية جمدة كان عندنا أزمة مع شركة الكهرباء نتيجة جدولة بعض المديونيات ورجعنا لحضراتكم صراحة كان موضوع مبهر جدا فبشكر حضراتكم جدا تساهم عليكم محمد جمال موصل عن جانب المصر شركة دايون إيجيبت موتور مصنع مقام في المطالة الاقتصادية القناة السويس تابع المطالة الاقتصادية طبعا احنا اتأسسنا في 2016 كان هدف الشركة في الاول الانتاج الموتسيكل والتروسيكل ثم السيارات والسيارات النقل التقيل والكهرباء لدعم الدولة في مجال الطاقة النظيفة احنا اتأسسنا في 2016 وتمت الانشاءات في 2019 وتمت موجات بعض المشكلات في المطالة الاقتصادية منها تم حلها بدعم مع عليكم فخامة رئيس الصعب الفتاح السيسي مستقوعد استرادو تصدير تم اصدارها واللائحة الجمروكية للمطالة الاقتصادية وده دعم كبير جدا الشركات كثير في المنطقة انها تنهض وجزب كثير كثير من استثمارات ولكن في الواضع الحالي احنا لما تم التشغيل بسبب وجود بعض الاجراءات التي نحن بصدد حضرتكم اصدارها وشكرا جزيلا ندعم سياداتكم شكرا أنا اعتقد كده احنا انهينا لشركات هنستازن حضراتكم لو ناخد بعض الاسئلة تفضل مساء الخير دولة رئيس الوزراء عوض الحكومة وليس الزاما للمستثمرين ان يتم رفع او مزيد من الدعم المادي للعملين في هذا القطاع السؤال الاخر من نفس الشقة ايضا دوما مع اي دعم تقدمه الحكومة لالفات الاكثر احتياجا وخاصة في هذه الظروف يظهر معها سؤال مهم للغاية عن احتمالية ان يكون هناك تعوين مرتقب لان نسبة الدعم الكبيرة هذه المرة ظهر معها مثل هذه الشائعات فعاوز من حدك رد فاني شكرا خليني الجزء الاولاني كان يخص القطاع الخاص خليني اقول لحضرتك النقطة دي مهمة جدا احنا جزء من الحزمة اللي اطلقها في خامة الرئيس كانت خاصة برفع حد الاعفاء الضريبي دي يعني موجهة في الاساس للقطاع الخاص والعاملين في القطاع الخاص اللي هما بيمثلوا اكتر من 76% من قوام القوى العاملة في مصر لان لما بزود لهم حد الاعفاء الضريبي فعليا هما بيستفيدوا من هذا الموضوع ولكن الاهم زي ما حضرتك قلت هو ان احنا طبعا من خلال المجلس القومي للاجور احنا بنجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص وبنشوف معاهم ايه اللي يقدروا يعملوه في اطار ان زيادة المرتبات او الحد الادنى وهو الموضوع زي ما حضرتك قلت وانا بأكد هو الموضوع ليس يعني بالقصرا او جبرا بالعكس تماما بيبقى بالاتفاق التطوعي والحيانا عايز اقول ان هناك عدد كبير جدا من مؤسسات القطاع الخاص بالفعل اخدت خطوات في هذا الموضوع وبتاخد في خلال الفترة القادمة احنا حريصين كل الحرص على ان القطاع الخاص يستمر بالعمل باقصى قوة ممكنة لانه هو المحرك الرئيسي للاقتصاد والمشغل الاجبر للقوة العاملة في مصر فاحنا مش عايزين ندر به ولكن ايضا هذا الاجراء بيبقى بالاتفاق الحبي مع القطاع الخاص من خلال المجلس القومي للاجور اللي عايز اتكلم فيه للحطة الحركة قلت عليها الجزء الاخر وهو قضية التعويم احنا كدولة النهاردة اخدنا اجراءات البنك المركزي لانه هو الاقدر انه هو يتكلم ولكن بحكم ان انا كرئيس للحكومة اسمح لي ان انا اقولها بقدر امكان احنا النهاردة واخدين القرار ان السعر بيبقى بنتبق المرونة في موضوع تحديد سعر الصرف وبنان عليه احنا بنعمل هذا الاجراء واحنا عارفين كويس قوي ومحددين الخطوات اللي احنا بنتحرك فيها كدولة بالتنصيق الكامل ما بين الحكومة والبنك المركزي وعشان كده احنا يمكن عشان كده وانا بأكد لهذا الموضوع وده يمكن السؤال اللي قالته الزميلة باللغة الانجليزية ان احنا كدولة حرصين ان احنا دايما نلبي او نوفي الالتزامات اللي علينا والدولة المصرية والحمد لله ولله الحمد لم تتأخر يوم عن سداد الالتزامات اللي بالعملة الصعبة عليها من اقصات ومن فوايد وكل حاجة للمؤسسات الدولية وان شاء الله خطتنا بهذا الشكل واللي انا قلت لحضرتك وفي وقت من الوقات وقلت ليك وكلكم احنا حطين تصور واضح لموضوع الموارد الدولارية اللي تيجي للدولة المصرية على مدار سنة كاملة وده هدفه كله وانا بقولها للمواطنين ازاي نبقى قادرين نتعامل مع الفجوات او الفجوة الدولارية اللي موجودة وازاي نتحرك فيها فبالتالي ويمكن هنا انا حستعير كلمة من اللي تقالت من احد الزملاء هنا لما قال ان التعويم فاد الصناعة بصورة كبيرة جدا لانه زاد من تنافسية المنتج المصري قدام الاسواق العالمية فهذا الموضوع احنا يعني الدولة المصرية بتتحرك فيه مرة اخرى ده اختصاص اصيل للبنك المركزي المصري ولكن طبعا احنا عنا على الاستقرار بوضوح شديد جدا ولكن احنا زي ما بقول لحرككم احنا ملتزمين تماما بالمرونة في هذا الموضوع تبقى لقليات العرض والتلب وحنستمر في هذا الموضوع بتنصيك كامل ما بين الحكومة والبنك المركزي دلوقتي الحكومة مقررة في الموزنة جاية ان شاء الله زيادة الحماية الاجتماعية للفئات محدود الداخل فهل هيتم زيادة المنضمين لبرنامج تكافل وقربة في الموزنة الجديدة وهل هيتم توسيع الشراكة مع مؤسسات التحالف الاهلي علشان لضم فئات محدود الداخل فيها طيب خلينا اقول لحنا احنا زودنا في خلال هذا العام مليون اسرى جديدة حضركم بس يعني ما ننساش انه يعني مع بداية يعني او نهاية العام الماضي لما اطلقنا حزمة استثنائية اخرى احنا ارتلعنا من حوالي اربعة وواحد من عشرة مليون اسرى الى النهاردة خمسة مليون اسرى فاحنا بالفعل زودنا حجم كبير من الاسر يعني احنا بس عشان نبقى واخدين بدنا لو انا بتكلم انه متوسط الاسرى ما بين اربعة لخمسة يعني انا بتكلم في حدود خمسة وعشرين مليون نسمة يعني تقريبا ربع سكان مصر بقى النهاردة مستفدين من هذه الحزمة فدي كانت خطوة مهمة جدا للتوسع في العدد ولكن الخطوة كمان الاخرى اللي واخدينها النهاردة تبقى لقرار وتوجيهات سيادة الرئيس ان احنا نرفع قيمة المعاش نفسه لان احنا كنا عارفين ونعي ان الرقم اللي كان موجود مع التعويم اللي حصل والتضخم لازم كنا نرفع هذه القيمة علشان نساعد بها هذه الاسر فاحنا عملنا الجزئيتين زودنا الاعداد وكمان زودنا المقرر المالي ليهم وده يمكن كبرنامج احنا بقى جزء من الحزمة الرئيسية للحمال الاجتماعية للدولة المصرية هاركوا الطالب دي سويل سيادة الرئيس الوزراء يعني بعد الإقرار للحكومة لبرنامج التروحات دي شركات 32 شركة البعض بيقول يعني عايز يعرف متى سيكون الطرح يعني خلال فترة بسيطة يعني يعني احنا مش معروف ان احنا ما نقدرش نحط time أو وقت معين دي حاجة الحاجة التانية ان بعض المسؤولين في الحكومة بدأوا يتحدثون عن قطاعات لم تكن مدرجة في 32 شركة يعني احدى الشركات الحكومية مثلا في قطاع الاتصالات وهكذا يعني شكرا طيب خلينا وضح يعني وانا بشكر حضرتك لهذا السؤال يعني خلينا اذكر حضرتكم لان احيانا يمكن بنبقى يعني تصريحات يعني بننساها احنا قلنا لما اطلقنا هذا البرنامج انا قلت 32 شركة بخلاف هناك ان هناك شركات اخرى مرشحة انها كمان يتم طرحها اذكر حضرتكم تحديدا انا قلت هذا الكلام وقلت ان هذا الموضوع هيستمر لمدة عام حتى نهاية الربع الاول من 2024 مع مستهدف ان على الاقل 25% من هذا العدد يخلص في اول 6 شهر فده شيء مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ولكن انا قلت هنا حاجة مهمة وهي ايه ان قلت ان دول الشركات اللي ما نطلق عليه طرح اولي كلمة طرح اولي يعني بتطرح لأول مرة سواء لمستثمر استراتيجي او تطرح في البورسة فده اللي 32 شركة اللي يعني اسس يعني الافصاح ما فيش اي ضرر ان انا اقول ان احنا هنطرح هذه الشركات لكن احنا كدولة ممكن نطرح حصص من كطرح ثانوي من شركات بالفعل مقيدة في البورسة ولكن هذه الشركات ما نقدرش ان احنا نفسح عن توقيت ولا اسماء لان ده لازم بيتعامل كقواعد الاحترافية الكلام ده بيتعامل بدون اعلان فده انا بس حابب ان انا اكد عليه عشان ما يوسرش ان انا بنقول ان ده ايه ده احنا بنسمع ان في بعض الشركات ممكن تطرح ما كانتش في ال 32 تاني انا بأكد حكتين ان الشركات اللي بالفعل موجودة والدولة ممكن انها تعمل فيها طرح ثانوي لا يتم الاعلان عنها دي بتبقى بتنزل في اي وقت تبقى للتوقيتات المناسبة وانا بأكد ان لدينا النية لعدد من هذه الشركات الجزء الاخر انا قلت ان من الوارد ان يبقى عندنا غير ال 32 شركات اخرى وانا بأكد لحضراتكم يعني من الوارد ان حضراتكم تسمعوا في خلال الفترة القادمة ان احنا حصل اتفاق على شركة او اكثر ما كانتش موجودة في هذه القائمة ودي مرة اخرى انا بأكد احيانا هناك بتبقى بعض الاتفاقيات من الافضل وفي مصلحة الجميع انها تتم في اطار من السرية وعدم الاعلان لغاية لما تتم هذه الاجراءات فانا بأكد على هذه النقاط لكن انا عايز اقول لحضراتكم عشان بس نحط يعني الامور بوضوح هناك كينات عملاقة زي البنوك زي شركات التأمين وبعض الشركات الصناعية الكبيرة اللي حجم هذه الشركات بيتخطى التلتمية والربعمية مليون دولار هنبقى في هذه الشركات احنا متحركين الافضلية للمستثمر الاستراتيجي وده اللي انا بأكد عليه ان المستثمر الاستراتيجي هنبقى هو الافضلية للحاجات الكبيرة انه هو يدخل معانا لانه اولا بيدخل بيعظم من قيمة هذا الاصل زي ما قلت ممكن بيدخل في زيادة رأس المال بيقدر ان هو يدخ ويعظم من اصول الدولة في هذا الموضوع فانا بأكد هذا الكلام فبالتالي بيبقى الكينات الكبيرة هيبقى الاساس والافضلية للمستثمر الاستراتيجي مع ممكن ان احنا بنترح جزء منها بعد كده في البورس للمواطنين المصريين وبقية الشركات كلها هيبقى لها الاليات الاخرى المختلفة ولكن خلينا اقول لحضراتكم الدولة المصرية وانا باعلنها ان احنا بالنسبة حيبقى هناك عدد من هذه الشركات الكبرى اللي هي برضو حجمها كبير حيتم الاستعانة باستشاري طرح عالمي عشان هو اللي يدير هذا الموضوع لان دول بيبقى عندهم القدر الاكبر من الاحترافية والقدر على الوصول للاسواق العالمية في كل انحاء العالم وده اللي هو يمكن ان شاء الله باذن الله حيبقى بنتحرك فيه وحنعلن عنه تباعا على الاستشاريين العالميين اللي حيتولوا ادارة طرح الكيانات الكبيرة مش كل الكيانات لان لدينا ايضا استشاريين محليين على قدر علم الاحترافية ولكن احنا كده بكلم في الكيانات اللي حنستهدف طرحها في الاسواق العالمية عشان تجيب للدولة المصرية اعلى عاد كنت عايزة اسأل معليك ان هو في ضوء طبعا اهتمام الدولة بالصناعة وتوطين الصناعة ويمكن خير دليل موجود قدامنا وجود عدد من المستثمرين وده دليل على دعم الدولة للمستثمرين هل في خطة لدى الحكومة لاعادة تقييم بعض المصانع او عدد من المصانع اللي بتساعد في زيادة الاعتمام بالجزء الصناعي الحاجة التانية هل في خطة مثلا بتضعها الحكومة لتحفيز الشباب اكتر على الاتجاه للصناعة طيب خليني اقول لحضرتك احنا النهاردة يعني الدولة احنا في اجتماعات متوالية لموضوع تحفيز الصدرات ودعم وتعميق الصناعة المصرية وبالفعل احنا مختارين النهاردة عدد معين من الصناعات اللي بالفعل تم اختيارها والغاية لما يعني حنعلن في خلال الفترة القادمة حنستهدفها بحوافز استثنائية في خلال الفترة الجاية هدف هذه الصناعات انها على طول هتخصم من فطورة الاستيراد بتاعنا وحنحط لها يعني الحقيقة حزمة استثنائية جدا من الحوافز بحيث حيتم اقرارها ان شاء الله في خلال الفترة البسيطة جدا القادمة ونعلن عنها علشان تساعد على موضوع تشجيع اكبر لاقطاعات محددة وبعينها ومختارينها بالفعل يعني حجمها كده كبداية بتوفر لنا من ما بين 10 الى 15 مليار دولار من فطورة الاستيراد السنوية فدول تحديدا حيبقوا موجودين وبنتحرك فيهم موضوع تشجيع الشباب بالتأكيد والنهاردة يمكن اللقاءات مع الجهاز مشروعات صغيرة ومتوسطة وايضا مع البنوك في عمل برامج يعني تمويل ميسر ليستهدف الشباب او الشركات النشأة خلينا نقولها بهذا الشكل اللي معروف عنها باللغة العالمية لستارتابس دول حيبقى الحقيقة مستهدفين بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة الجاية دولة رئيس مجلس الوزراء يمكن ملاحظة من حضرتك اهتمام حضرتك بالاستثمار وبوحدة حل مشاكل المستثمرين المستثمرين الموجودون هنا يا فندم لديهم هم وغيرهم من الخارج لديهم يعني رؤية او ماذا عن رؤية الدولة المصرية للسياسة الضريبية التي سوف تقرها الحكومة المصرية خليني اؤكد لحضرتك ويمكن انا قلتها قبل كده احنا السياسة الضريبية المصرية النهاردة وانا بعلنها هي الاستقرار الضريبي علشان اي مستثمر النهاردة يدخل يبقى مطمئن ان هناك ثبات في اسلوب المعاملة الضريبية وده انا بأكد عليه والنهاردة يمكن الحقيقة واحد من القوانين اللي الحقيقة نوقشت جوه مجلس الوزراء كانت بتتكلم على تيسيرات ويعني حاجات كثيرة جدا تشجع لمزيد من الاستقرار والتيسيرات الضريبية وحاجات كان طلبها بالفعل الحقيقة الشركات سواء الشركات المصرية او الشركات الاجنبية اللي بتستثمر في مصر فانا بأكد على هذا الموضوع الموضوع الخاص بالسياسة الضريبية ان شاء الله هو استقرار والتجاه للتيسير الاكثر في خلال الفترة الجاية باذن الله خليني اخد سؤال اخير وبعد كده يعني بستأذنكم يعني ان احنا ننهي المؤتمر تفضل احمد عيسى بوابط لغبرة اليوم في شائعات كتيرة ظهرت الفترة اللي فاتت فكنا عزيني يسألها من حضرتك توجهة للمواطنين بخصوص يعني فيه كاز عادي بيطلع بالكلم في أزمة روز يقولك في مصانع بتقفل فكنا عزيني يسألها من حضرتك اشكرك على هذا السؤال وخلينا اقول لحضراتكم احنا يعني الدولة المصرية يمكن زي الدولة الأخرى بتتعرض لما يطلق عليه حروب الجيل الرابع والخامس ويمكن سيادة الرئيس تكلم على هذا الموضوع وقاله أكتر من مرة فأكتر من تصريح لكل المواطنين المصريين ان يعني ان احنا اي يعني خبر او اشاعة بتطلع لازم الاول يعني نعقل الخبر ونتأكد ونقيمنا احنا كأفراد نقيم كأفراد مدى معقولية الكلام اللي بيتقال من عدمه لان احيانا وده اللي يعني ممكن بيبقى احيانا بنقع فيه كلنا ان مجرد اي خبر بيحصل بنبدأ كلنا نشير زي ما بنقول الخبر وبالتالي مجرد يبقى خبر طالع او اشاعة فجأة في خلال فترة وجيزا نلاقي بقت كل يعني امئات الالوف والملايين بيتنقلوها ودي خلينا اقولها تاني مرة اخرى ده جزء من الحروب الحديثة ده جزء من حروب الجيل الرابع ان النهاردة ازاي يبقى فيه دائما اعطاء انا عايز اقولها بمنتهى الشفافية دائما اعطاء انتباع بالاحباط والسلبية جوه الشعوب وان خلق هذه الروح طيب غير ان ده دورنا كمواطنين ان احنا نعقل هذا الموضوع احنا بنتحرك كدولة وحضركم اكيد بتتبعوا احنا ما فيش تقريبا بيبقى اليوم اللي بتطلع فيه الاشاعة بنبقى في نفس اليوم بنرد من خلال الحقيقة المركز الاعلامي كل الاليات المختلفة اللي احنا بنعملها وبنطلع وبنتكلم وبنشرح ان هذا الكلام ليس سليما وليس صحيحا ولكن زي ما بنقول حضراتكم هذه الظاهرة بتعاني منها دول كثيرة جدا وليست مصر فقط ولكن هو دورنا ان احنا النهاردة من خلال الاليات كثيرة ان احنا بنحاول نرد فورا على هذه الاشاعات ونوضحها بصورة كبيرة عشان يبقى المواطن دايما مطمئن انا حابب بس ان انا اختم يعني هذا المؤتمر وابعتذر اذا كنا طودنا على حضراتكم بحرص الدولة المصرية النهاردة كل شغلنا الشاغل في هذه الازمة الغير مسبوقة الحفاظ على استقرار الدولة تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطن التخفيف باقصى باقصى قدرة ممكنة للدولة عن على الاعباء المالية الكبيرة اللي احنا مدركين تماما المواطن النهاردة بيتحملها وازاي ان احنا بنحاول بقدر الامكان لما بيحصل حتى نقص في سلعة محددة ان احنا نضح حلول على طول وعجلة سواء من استيراد بصورة مؤقتة لبعض الكبينيات عشان تحدث التوازن او حل بعض المشاكل اللي بتبقى موجودة على الارض عشان نتعامل فيها يا جماعة احنا بنشتغل في ظروف غير طبيعية وكل يوم بيبقى فيه مستجد غير طبيعي واستثنائي وعايز اقولها لحضراتكم ما بيبقاش ليه حلول نمطية معروفة فبيبقى لازم ان احنا نتعامل بسياسة التعامل مع ازمة مفاجأة وغير مسبوقة ونجد ليها الحلول العجلة فده احنا بنتحرك كدولة ولكن ايضا في نفس الوقت بنتحرك شكل اقتصادنا حيبقى ايه في خلال السنتين والتلاتة الجايين وايه القارارات وايه الحزم اللي نطلع بيها علشان نضمن ان الدولة دي تستمر في النمو مصر دولة كبيرة مية وخمسة مليون نسمة وبتزداد كل سنة حوالي اتنين مليون فكل استهدافنا ازاي نوفر فرص عمل لشبابنا ازاي الاقتصاد يظل في النمو ازاي نحافظ على استقرار الدولة المصرية وده اللي احنا بنشتغل عليه كدولة ما بنشتغلش فقط بسياسة رد الفاعل وادفاء حرائق وده جزء من مهمتنا نتيجة للظروف الغير طبيعية اللي احنا موجودين فيها ولكن ايضا بنشتغل على خطة واضحة نتحرك فيها للدولة المصرية نضمن بيها استمرار النمو انا بشكر حضركم جميعا شكرا شكرين وبشكر مرة اخرى المستثمرين اللي حضروا معنا النهار مشاهدين من العاصمة الادارية الجديدة كنا نتابع هذا المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الذي تحدث عن جهود الدولة المصرية في تشجيع المستثمرين وحل مشاكلهم وايضا تحدث عن إنشاء وحدة تكون تابعة للإشراف المباشر لرئاسة مجلس الوزراء بعضوية مؤسسات السيادية والرقابية لحل مشكلة المستثمرين ايضا تحدث عن إنشاء منصة إلكترونية وموقع إلكتروني لاستقبال كل مشكلات المستثمرين المحاولة في حل مشكلاتهم بشكل سريع تحدث ايضا دولة رئيس مجلس الوزراء عن أن الدولة المصرية تلتزمت وستلتزم بسداد كل المستحقات الدولارية وأن الدولة لديها الخطة السنوية للتعامل مع الفجوة الدولارية كما تحدث أيضا عن تضمين حوالي 25 مليون مصري في برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية أيضا تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء عن تحرك الدولة بالرد عن الشائعات من خلال مختلف الآليات وتحدث عن أن هذه هي ظاهرة عالمية ليست فقط مصاب مصري وحسب كما تحدث أيضا في هذا المؤتمر الصحفي عن كلفة برامج الحماية الاجتماعية التي تكلف ميزانية الدولة سنويا 150 مليار جنيه ذلك لتفعيل القرارات الخاصة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في افتتاح مدينة المينيا الجديدة بزيادة المرتبات والجور وأيضا تكافل وكرامة وأيضا زيادة المعاشات كما تحدث عن المواد الأساسية التي تقوم الدولة بدعمها من قمح أو مواد بترولية أيضا ستكلف ميزانية الدولة السنوية نحو 100 مليار جنيه كانت هذه أبرز التصريحات التي قام رئيس مجلس الوزراء بالتصريح بها في هذا المؤتمر الصحفي بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة لاحتفال بيوم الشهيد وأعرب وزير الداخلية خلال برقية لهم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصفة والجنود والصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام عن عميق التقدير وصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الأردني ملحقا لمذكرة التفاهم المتعلقة بمجال رقابة المصرفية المبرمة بين الطرفين منذ العام 2004 ليشمل الملحق الجديد مجالات الإشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية يتذلك في إطار العلاقات المتميزة ما بين مصر والأردن وحرصا على دعم أوجه التعاون القائمة وفتح أفاق جديدة تحقق المنفعة أو المنفعة المتبادلة لكل البلدين الشقيقين هذا وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنصيق المشترك ما بين البلدين فيما يخص كافة الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكتروني والإشراف عليها ومنها مدفوعات الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية التكنولوجية التنظيمية وأيضا الإشرافية ذات الصلة في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومية للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول لاقتصاد الرقمي اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية بما يتيح إجراءات معاملات الدفع اللاتلموسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة ويأتي إصدار القواعد الجديدة استمرارا لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الألكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قرارا بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال مكينات الصرف الألي تتراوح من 20 إلى 50 جنيها وأكد المركزي أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من خلال مكينات الصرف الألي أي تي أم حيث يتم السحب مجانا بتوني أي رسوم من خلال مكينات الصرف الألي تابعة للبنك المصدر للبطاقة وبرسوم لا تزيد عن خمسة جنيهات من أي مكينة أخرى غير تابعة للبنك كما أشار المركزي إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الاعتمان الكريدت كارد التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري فيتم تحديد رسوم الصحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة ذلك بهدف استخدام تلقى البطاقات في الأغراض المخصصة لها وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدية ماذا مشاهدينا نكون وقد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عنوينها تزامنا أن مع احتفلات مصر بيوم الشهيد الرئيس سيسي يوني بالفريق أول محمد زكي لوضع إكليل الظهور على النصب التذكارية لشهداء القوات المسلحة رئيس الوزراء يؤكد جاهزية الحكومة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ويوجه بسرعة رقمانة كل أصول الدولة خلال رئاسته المجلس وزراء الخارجية العرب شكري يؤكد سعي مصر لحج قدرات العربية لمواجهة التحديات الراهنة وصلنا لي ختاب ما نشرت الثالثة في تمام السادسة المشارين جولة إخبارية جديدة تكونها على رشاشة التلفزيون البصرية المستقبلة اشتركوا في القناة